أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفاني الصناعي أهلاً وسهلاً صف الثاني السنوي مادة الفيزياء معنا في برنامجنا في بيتنا مدرسة هنعمل إيه أولاد النهاردة؟ هنعمل مراجعة على الترم الأول الترم الأولاني خدنا فيه حاجة اسمها المواقع طبعاً أنا عندي فصلين هنبتدي بالفصل الأول أول سؤال بيقول أسكر خصائص المواقع هي يعني إيه أصلاً مواقع؟ المواقع هي أي مواد تستطيع الإنسياب لها قدرة على الإنسياب وهذه المواقع زي مثلاً السوائل والغزاز زي ما هنشوف في الدروس بتاعتنا طيب لما يقولي أسكر خصائص المواقع أول خاصية هي الكسافة تاني خاصية الضغط تالت خاصية التوتر السطحي الرابعة لقاعدة أرشميديس وقانون الطف الخصائص هذه أولاد هندرسها مع بعضينا بالتفصيل طول ما إحنا ماشيين طيب ممكن يجي سؤال يقولي أسكر المصطلح العلمي لكل من؟ يعني إيه مصطلح علمي؟ يعني هو جاي بالتعريف بتاعي وأنا هقول إيه المعرف بيه؟ يعني نشوف مثلاً مع بعض كده السؤال الأولين بيقول إيه؟ هي عبارة عن المواد التي تتميز بقدرتها على الإنسياب مثل السوائل والغزاز أنا لسه أقل لها من شوية اللي هي المواد اللي هي اللي بتقدر تنساب زي السوائل والغزاز دي بنسميها المواقع طيب لو جاء لي أسكر المصطلح العلمي هي كتلة وحدة الحجوم إحنا خدنا في سنة خمسة ابتدائي قبل كده الكتلة على الحجم اسمها الكسافة صح كده يبقى كتلة وحدة الحجوم هي الكسافة السؤال اللي بعده بيقول هي عبارة عن النسبة بين كسافة المادة إلى كسافة المية عند نفس درجة الحرارة أنا عندي فيه حاجة اسمها يا أولاد الكسافة النسبية طب هفرق بينها ازاي وبين الكسافة اللي أنا لسه إليها من شوية الكسافة اللي فاتت يا أولاد هي عبارة عن كتلة وحجم لكن دي نسبية يعني إيه نسبية يعني فيها نسبة فأنا بقدر أتكلم وأقول إن هي نسبة بين كسافة المادة إلى كسافة المية طيب نشوف السؤال اللي بعده بيقول إيه هو القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات قوة على مساحة آه يعني إيه بقى أنا ممكن بيجي أضغط على الترابيزة يبقى أنا كده بعمل حاجة اسمها ضغط فقدر أقول إن القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات هي إيه الضغط السؤال اللي بعده بيقول لي هو وزن عمود من الزئبق طوله 76 سنتيمتر لو أنا هحوله المتر هيبقى 76 من 100 متر زيبق مادة الزيبق بستخدمها في الضغط زي ما هنشوف بعد شوية ومساحة مقطعه الوحدة يعني إيه الوحدة اللي هي المساحة بواحد سنتيمتر مربع طيب يا طرق ده تعريف إيه وزن عمود الزيبق اللي طوله 76 سنتيمتر ومساحة مقطعه الوحدة ده تعريف إيه يا ولاد؟ الضغط الجوي الضغط اللي إحنا عايشين فيه اسمه الضغط الجوي طيب نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول إذا أثرنا بضغط على سائل محبوس فيه إناء فإن هذا الضغط ينتقل إلى جميع أجزاء السائل وجدار الإناء الحاوي له ده كلام كبير قوي بص هو بيقول إيه أثرنا بضغط يبقى فيه ضغط على سائل محبوس إنتوا عارفين يا ولاد السائل محبوس ده هي فكرة عمل فرامل السيارة وأنا أخذها بعد كده اللي هو المكبس الهيدروليكي لما بدغت برجلي الضغط ده بسرعة بينتقل لجميع أجزاء السائل اللي هو الزيت وبالتالي بيعمل بيزيد الضغط جامع جدا فدي بنسميها إيه بنسميه قاعدة باسكال قاعدة باسكال دي قاعدة مهمة جدا وبنطبقها في حياتنا العملية طيب نشوف السؤال اللي بعده بيقول إيه الجسم المغمور كليا أو جزئيا في ماء يكون مدفوعا بقوة من أسفل إلى أعلى وهذه القوة تعادل وزن حجم الماء يعني إيه يعني لو أنا مثلا جبت كباية ماء وحطيت فيها نصها ماء وجبت قطعة من الفلين هبص لقي قطعة الفلين تطفو على سطح الماء ولو جدت قطعة معدنية وحطتها في الكباية هبص لقيها تغوص في الماء في قاعة اللي بيفصر الكلام دو اللي هي الجسم المغمور كليا أو جزئيا يعني قطعة الفلين أو القطعة المعدنية اللي أنا حطتها في الماء اللي هو السائل احنا اتفقنا المواقع هي السوائل أو الغازات ويكون مدفوع من أسفل بقوة دفع من تحت الفوق من أسفل إلى أعلى اسمها قوة دفع السائل زي ما هنشوف مع بعض وهذه القوة بتعادل وزن حجم الماء طيب يا ترى دي بنسميها قاعدة أرشيميديس وهي قاعدة مهمة جدا جدا وهندرسها مع بعضنا بالتفصيل لأن تطبيقاتها موجودة حوالينا في حياتنا السؤال الثاني بيقول إيه نوع جديد من الأسئلة يا أولاد دايما بييجي في الامتحان يقول لي ما المقصود بأن أو ما معنى أن عايز إيه بقى هو بيجيب جملة الجملة دي يا أولاد أنا أقدر أشرحها بالتفصيل إزاي يعني هو بيقولي مثلا السؤال ما معنى الوزن النوعي للألمونيوم بيساوي 2.7 معنى أن أنا عايز أعرف الوزن النوعي طب يعني إيه الوزن النوعي هو الكسافة النسبية للمادة طب أنا من شوية كنت معرفة الكسافة النسبية بس أنا هنا بتكلم عن الألمونيوم يبقى هقول كسافة الألمونيوم إلى كسافة المية دي سابت معايا عند نفس درجة الحرارة وأسويها يا أولاد بال2.7 الرقم اللي هو أيلو طب نشوف مع بعض كده السؤال بيقول إيه ما المقصود بأن الوزن النوعي للألمونيوم بيساوي 2.7 هنقولي الإجابة أي أن النسبة بين كسافة الألمونيوم اللي هي كسافة المادة هو محددها إلى كسافة الماء عند نفس درجة الحرارة اللي هي بتساوي الرقم اللي أيلو اللي هو 2.7 من 10 يبقى كلمة ما المقصود يا أولاد هي يقصد بيها التعريف وبساوي بالرقم اللي هو أيلو طيب نشوف الجزء تاني ما المقصود بأن القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات من سطح الماء تساوي 5 في 10 قس 5 نيوتن ما المقصود إحنا اتفقنا إن أنا هعرف الحاجة اللي مدهاني إحنا من شوية قايلين القوة المؤثرة على المساحة اسمها إيه صح كده الضغط يبقى أي أن الضغط بيساوي 5 في 10 قس 5 نيوتن لكل متر تربية طب أشرح حتة زغنونة هنا بيقول إيه لما بيقال الكوة ما المقصود بأن القوة المؤثرة بتساوي 5 في 10 قس 5 نيوتن لأن وحدة القوة نيوتن طب نيجي في الإجابة إن الضغط بيساوي 5 في 10 قس 5 نيوتن لكل متر تربية ليه في السؤال نيوتن وليه في الإجابة نيوتن لكل متر مربع لأن السؤال بيتكلم عن القوة يبقى هي وحدة قياسها نيوتن طبعا النظام المتر الدولي أما وحدة الضغط طبعا إحنا أخدناها وأنا أخدها ونجاعة بعد شوية هي عبارة عن نيوتن لكل متر تربية عشان كده أنا بقول إن الضغط يساوي 5 في 10 قس 5 نيوتن لكل متر مربع نشوف السؤال اللي بعده ما المقصود بأن الفائدة القلية للمكبس الهيدروليكي بيساوي 100 يعني هو عايز أعرف أو أسكر إيه هي الكسافة الفائدة القلية للمكبس الهيدروليكي اللي بيساوي 100 طيب أعننا احبتها يهي يعني حاجة على حاجة مساحة المكبس الكبير إلي مساحة المكبس الصغير بيساوي المؤشر المين اللي عندها طب وحدة قياسها إيه النسبة ياولاد ملا هنااش میل وحدة قياس لأنها نسبة أنا أقول النسبة بين مساحة المكبس الكبير إلى مساحة المكبس الصغير بتساوي الهيدروليكي اللي يعني بالسؤال نشوف اللي بعده ما المقصود بأن قوة دفع السائل لجسم طافي بيساوي 20 نيوتن يعني معناها إيه؟ إن فيه جسم إن الجسم ده يطفو على سطح الماء والجسم ده بيساوي القوة بتاعته 20 نيوتن طيب إحنا خدنا إن فيه حالة الاتزان والمساواة زي ما هنشوف اتزان الأجسام إن قوة دفع السائل بتساوي وزن الجسم يعني FB اللي هي بتساوي WS زي ما هنشوف مع بعضينا يعني الإجابة هيقول أي أن السائل المزاح بيساوي 20 نيوتن يعني معناه كده إن القوة بتاعته دفع السائل بتساوي 20 نيوتن معناها إن وزن السائل المزاح بيساوي 20 نيوتن نشوف السؤال اللي بعده ما المقصود بأن ده الضغط الجوي عند سطح البحر في وقت ما بيساوي 1.13 من ألف بار معناها إيه الضغط الجوي؟ هي وحدة قياسها من دمن الوحدات بتاعته للضغط الجوي هو البار طيب معنى إيه تعريف الضغط الجوي؟ إحنا لسا قيلين من شوية هو وزن عمود من مادة الزئبق ماشي؟ على وحدة المساحات اللي هي الوحدة بتاعت الأنبوبة اللي عندي اللي هي المساحة عند سطح البحر بتساوي الرقم اللي قاله 1.13 من ألف نيوتن ليه هنا باتكلم؟ طب هو الوزن وحدة قياسه إيه؟ طبعا خدناه في سنة أولى إن الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم يعني معنى كده إن القوة بالنيوتن يبقى برضو الوزن وحدة قياسه هي النيوتن يعني معنى كده إن أنا أقدر أقول إنه عبارة عن وزن عمود الزئبق على وحدة المساحات عند سطح البحر بيساوي الواحد و 13 من ألف نيوتن هنا دايما بييجي سؤال بيبقى محتاج الواحد محافظ شوية بيقول إيه؟ أذكر العلاقة الرياضية لكل من يعني إيه العلاقة الرياضية؟ يعني قانون يا أولاد يعني عايز مجموعة من الرموز مش عايز كلام بالعربي إحنا طبعا في منهجنا في تانية سنوي إن الفيزياء كلها والقوانين كلها والرموز كلها إنجلش فأنا عايز إيه هنا؟ بيقولي أذكر العلاقة الرياضية لكل من نشوف أول علاقة بتقول إيه؟ الكسافة الكسافة إحنا عرفناها من شوية هي كتلة وحدة الحجوم يعني كتلة على حجم طيب الكتلة بنرموز لها برمز M Mass طيب والحجم هو الرمز بتاعه V Volume طيب الكسافة ده رمز جديد عندي اسمه Rho Rho بتساوي M على V طيب نشوف الصيغة الرياضية التانية أو المعادلة الرياضية التانية الضغط الضغط يعني يا أولاد اسمه pressure P بيتشئيلة إحنا من شوية عرفنا الضغط هو عبارة عن القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات يعني إيه؟ يعني P بتساوي قوة على مساحة طيب الكوة اللي هي إيه؟ اللي هي F force المساحة اللي هي إيه؟ اختصاراً لأريا معنى كده هقول P بتساوي F على A يبقى دي المعادلة بتاعتي أو العلاقة الرياضية أو الصيغة الرياضية للضغط طيب عندي بقى في ضغط تاني بس ده فين بقى؟ في باطن سائل ما هو الضغط في باطن سائل؟ لو أنا مثلاً عندي كمية من الماء وحطيت أي جسم جوه الماء عايز أعرف الضغط عنده قد إيه؟ هل ينفع؟ هو الضغط الجوي اللي إحنا عايشين فيه؟ طبعاً لا فيه اختلاف يا أولاد الضغط الجوي بتاعنا مختلف غير الضغط اللي هو في باطن سائل طيب العلاقة الرياضية بتاعته أو القانون هقول B بتساوي B A زائد H B Rho G B بس من غير أي رموز جنبها هي الضغط في باطن سائل بتساوي B A B يعني pressure ضغط A اللي هو اختصاراً لكلمة atmosphere اللي هو الضغط جوي يبقى B A هي رمز للضغط الجوي زائد H هو الارتفاع بعد الجسم عن سطح الماء أو سطح الماء اللي عندي طيب Rho اللي هو إيه الرho دوت؟ اللي هي كسافة السائل اللي إحنا لسه قيلنا من شوية الكسافة بتساوي Rho M على V طيب بتبقى مين G يعني إيه G اللي هي gravity بتاعتي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية يبقى أنا عندي القانون بيقول B بتساوي B A زائد H Rho G دي اسمها العلاقة الرياضية للضغط في باطن سائل يبقى أنا للسؤال ده مهم جداً يا ولد دايماً بيجي في الامتحال عايز العلاقة لأي قانون أروح كاتب القانون النهائي بتاعه طيب نشوف السؤال اللي بعد كده أدي أول استنتاجة عندنا في المنهج بيقول إيه استنتك أن الضغط عند أي نقطة في باطن سائل يتعين من العلاقة الآتية B بتساوي B A H G Rho هي هي H Rho G طبعاً الضرب مع بعضي طيب أنا هاثبتها إزاي خليكم معي أولاد كده نشوف الإثبات هنثبت إزاي أن الضغط عنده نقطة في باطن سائل بيتعين من العلاقة الآتية أنا هاجيب إناء به ماء وأجيب قطعة مستطيلة زي اللوح خشبي وهذا الإناء لي ارتفاع H ولي X طول ولي Y عرض أي جسم عندي عايز أجيب A هو عايز ال-B من ال-B اللي هي الضغط أنا لسه قيلة الضغط هو إيه هو عبارة عن القوة المؤثرة على وحدة المساحات يعني F على A إزاي أوصل ل-F على A ده عبارة عن عبارة عن لوح زجاجي لوح خشبي أي لوح له أبعات X و Y و H وعايز أجيب الضغط بتاعه في باطن هذا السائل أول حاجة هأعملها يا أولاد أجيب المساحة A هي إيه gracias عندي بتساوي إيه الطول في العرض هنا الطول في العرض إلي هو إيه X في إيه Y يبقى إيه بتساوي X في Y من X في Y اللي هو الطول في العرض طيب بعد المساحة أجيب الحجم الفوليوم بتاعه V هي V بتساوي إيه الضغط في العرض في الارتفاع صح كده زي ما خلنا من صغرين طب هنا الطول في العرض بتساوي إيه يعني أقدر أقول إني V بتساوي إيه في H ما هو H هو الارتفاع بتاعي ايه هو ال H يا ولاد اللي هو الارتفاع بتاعي طيب انا جبت المساحة وجبت الحجم طب انا جبت الحجم ليه اصلا عايز اجيب M ما هي M هي الكتلة كتلة M هي الكتلة بتساوي ايه اه احنا هي لسه من شوية قانون على جنب كده قلنا ايه هي رو بتساوي M على V حاجة كده ايه لابقى انا حافظها طب انا عايز M هنا يبقى هعمل ايه هعمل مقص الرو في الفي يبقى هعمل M بتساوي رو في V طب انا لسه قيل ال V من شوية قلنا اه لسه حللها يعني هقول M بتساوي الرو اللي هي كسفت السائل ال V اللي هي ايه A في H يبقى انا عندي قتلة بتساوي كسفت السائل اللي عندي او المائع فيه المساحة بتاعت اللوح فيه ال H اللي هو الارتفاع او بعض اللوح عن المائع او السائل طب انا عايزة جيب F وهو ينفع جيب F قال لي اه هقول ايه F بتساوي احنا خدنا قانون نيوتن التاني سنة اللي فاتت بيقول ايه F بتساوي حاصل ضرب القتلة في عجلة الجاذبية يعني M في G صح كده يبقى انا عندي F بتساوي M في G طب فين M انا لسه عامل اثبت أمه مين M اللي هي الرو في A في H يعني معنى كده اقدر اقول ان F بتساوي الرو في الA في الH في G اللي هي الجرافتي بتاعتي صح الكلام؟ طب نكتبها تاني ونشوف عشان هنبتدي بيها احنا قلنا F بتساوي الرو في H في G صح كده في A طيب انا عايز ايه عايز الضغط P هي B بتساوي A احنا لسه قاعدين تعريف الضغط هو عبارة عن القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات يعني اقدر اقول القوة F على A صح كده F اللي هي الفرصة بتاعتي اهي كلها اللي هي الرو والH والG والA والA اللي هي المساحة كات منين؟ لاني قلت ان الضغط P بيساوي F على A طب ينفع عوض عن F بما يساويها اللي أنا جرته دلوقتي قال لي اه يعني قدر اقول P بتساوي شرط تكسر كبيرة كده الF بايه يا ولاد رو في H في G في A كل دو F على ايه الاساسية عندي طب ينفع اشتب ايه مع ايه طبعا ينفع يعني الوقت الضغط بيساوي B بتساوي رو في H G طيب انا عايز ايه عايز الضغط بتاع السائل داي طيب انا بس انا لسه ايه لقيم شوية في حاجة اسمها B ما هو بي ايه هو الضغط الجوي طيب باعتبار ان انا بعمل التجربة في وجود ضغط جوي يبقى انا هقول ايه هعوض عن المعادلة واقول B بتساوي B ايه ضغط الجوي زائد H رو G ايه القانون الكبير دا بقى هو دا القانون اللي انا عايز ايه اثبته يا ولاد يبقى انا عندي هنا هو B هو الضغط في باطن سائل B ايه الضغط الجوي زائد H الارتفاع و رو اللي هي الكسافة وجي اللي هي عجلة الجاذبية الارضية دا اثبات بيبقى سهل جدا هو طويل شوية بس هو معايا في المنهج واتمنى طبعا انتم تكونوا فهمينوا انا ببتجي الاول بالمساحة وبعد كده باكبر شوية بدي الحجم وبعد ما بيجيب الحجم بيجيب القتلة عشان اجيب القوة بعض القوة انا مجرد ما وصلت لقوة خلاص انا قربت للضغط لان الضغط بيساوي قوة على مساحة بعود على القوة باللي انا جبته اللي هو ايه عبارة عن عندي H رو جي في ايه طب انا عايز الضغط بقسم الكلام دا على ايه لان الضغط F على ايه وبوصل للعلاقة لقصاجي جي اللي هي B بتساوي B A زائد H رو G B لو انه ضغط السائل B A ضغط جوي زائد H ارتفاع السائل او بعد السائل رو هي كسفته G G G بتاعتي ماشي يا اولاد نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول عرف كل مما ياتش اول تعريف بيقول ايه عرف يعني يا اولاد هو بيجيب كلمة وانا بقى بتجي ان انا ايه اعرفها طب انا اعرفها ازاي اللي هي بيقول لي ايه اول حاجة الفائدة الالية للمكبس الهايدروليكي يعني ايه فائدة الية استخدام المكبس ده اللي هو قلنا اللي هو اعتبر فرامل السيارة اللي هو ايه المكبس ده عبارة عن مكبسين واحد كبير واحد صغير وبجيب النسبة بينهم فمعنى كده بقول ايه هو النسبة بين مساحة المكبس الكبير الى مساحة المكبس الصغير يبقى تعريف الاولاني بيقول لي ايه هو الفائدة الالية للمكبس هي عبارة عن النسبة بين مساحة المكبس الكبير الى مساحة المكبس الصغير نشوف التعريف اللي بعد كده بيقول التوتر السطحي يعني ايه توتر سطحي يا ولاد التوتر السطحي ده ظاهرة كبيرة مهمة جدا في حياتنا ونشوف بعد شوية تطبيقاتها واستخداماتها في حياتي هي عبارة عن ايه هي ظاهرة تعمل على انقاص مساحة السطح المعرض للسائل فيبدو كغشاء مرن مجدود يعني ايه يعني انا كده كأني لو جبت كباية مية وحطيت نصها ماء والنص التاني هواء ببصة لاقي كأني فيه غشاء بيفصل بين الوساطين اللي هو الهوى والماء فبعض الحشرات تستطيع القدرة السيرة على هذا السطح السائل اللي هو سطح الماء وممكن ببساطة جدا جدا اروح جاي بقى ابرة رفيعة قوي وارح حطيتها على سطح الماء فوضع افجي رأسي هتنزل لكن لو حطيتها فوضع افقي المية هتقدر تشلها بسبب ايه وجود هذا الغشاء اللي هو الغشاء ده بنسمي ايه فيبدو كغشاء مرن مجدود يبقى التوتر السطح تعريفه هو ظاهرة تعمل على انقاص مساحة السطح المعرض للسائل فيبدو كغشاء مرن مجدود نشوف التعريف اللي بعده بيقول قعدة بسكال اللي هي بتاعة المجبس اللي هي بتقول ايه اذا اثرنا بضغط على سائل وهذا السائل محبوس في انقاص فان هذا الضغط ينتقل الى جميع اجزاء السائل وجدار الانقاص الحاوي له يو انا عندي بعرف تعريف كبير شوية ولكن انا ممكن افتكره بالمجبس اللي هو ايه انا هادغط برجلي على المجبس الصغير اللي هي ده وسط للسيارة فالضغط ده بيزيب بسرعة 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 داخل انحاء السائل وبالتالي بيضغط على جدار الانق وبيحصل ضغط في اجزاء السائل ذاته اسمها قاعدة بسكال التعريف اللي بعده بيقول لي معامل التوتر السطحي هو فيه حاجة اسمها معامل التوتر سطحي فيه توتر سطحي هي عبارة عن الظاهرة اللي بتعمل على انقاص مساحة السطح فيبدو كغشاء مرن مشدود هذا الغشاء له معامل اللي اسمها معامل التوتر السطحي المعامل التوتر السطحي ده هو الشغل لزيادة مساحة سطح السائل بمقدار الوحدة معامل التوتر السطحي ولي رمز ولي قانون وإثبات وهنشوفه بعد شوية اللي هو الشغل لمبزول شغل لزيادة مساحة يعني معنى كده ان انا قدر اقول ان معامل التوتر هو عبارة عن شغل على مساحة زي ما نشوف مع بعضينا بعد شوية آه أنجي رسمتين مهمين جدا يا ولات في المنهج بيقول لي إيه ارسم البرومتر الزقبقي وبعض الأحيان يقول لي البرومتر ترشلي يعني إيه برومتر زقبقي أو برومتر ترشلي هو عبارة عن إناء طبعا الإناء عبارة عن حط فيه زبق الزبق ببساطه محدب لأعلى يبقى ده حط به زبق وأنبوبة طويلة منكسة طلها متر يبقى دي أنبوبة طلها متر ومملوقة كلها بالزبق يبقى ده مدة الزبق هملها للآخر يا ولد ده اسم الجهاز إيه اسمه البرومتر الزقبقي أو برومتر ترشلي زقبقي لأنه هو به زقبق طب ما معنى كلمة برومتر ترشلي اللي بيحصل إنه في التجربة عشان أعين الضغط الجوي اللي هو رمزه قلنا إيه من شوية اللي هو بي إيه عشان أقدر أحدد هذا الضغط أقدر أعمل إيه أجيب التجربة الحوض الممتلق بالزئبق والأنبوبة المليانة زيبق اللي هي طلها متر بعد فترة هلاحظ إن الزئبق يبتجي يختفي من أعلى لحد معين الحتة دي كلها فضية فإسمها إيه فراغ إسمها يا أولاد إسمها فراغ هذا الفراغ يسمى بفراغ ترشلي ليه أصلي لو أنا قست المسافة من سطح الزئبق لغاية الارتفاع ده هلاقي عبارة عن 76 سنتيمتر من مدة الزئبق وده تعريف الضغط اللي خدناه من شوية الضغط الجوي هو عبارة عن إيه وزن عمود من الزئبق طوله ارتفاعه 76 سنتي زيبق أي جات من التجربة دي يا أولاد طيب ومساحة مقطعه اللي هو التخن الأنبوبة الأنبوبة تخنها إيه الوحدة اللي هي واحد مساحة سطحها واحد سنتيمتر مربع الفراغ اللي فوق اللي نشأ ده اسمه فراغ ترشلي والضغط فيه بيساوي سفر عشان كده البرومتر بيطلق عليه برومتر ترشلي أو برومتر الزئبقي طيب لو جي قال لي ارسم الجهاز بتاع البرومتر ترشلي دوت برسمه ببار عن الإناء وفي زيبق وبحدد الزيبق محدب لأعلى طبعا انتو خدت قوة التماسك فهتعرفه طبعا ان هو لازم الزيبق سطحه محدب إلى أعلى والأنبوبة وممتلئة بالزيبق وبسيب حتة صغيرة واكتب عليها فراغ ترشلي زي ما أنا كتبه وايس المسافة من من سطح الحوض لغاية أعلى الأنبوبة لغاية سطح الزيبق 76 سنتيمتر زيبق ويبقى ده الجهاز الأولاني اللي إيه اللي عندي طيب نشوف الجهاز التاني بيسمى إيه الجهاز التاني باسمه المانومتر ما معنى كلمة مانومتر هو عبارة عن جهاز يستخدم لقياس ضغط الغاز وفرق الضغط طب شكله إيه المانومتر ده ياولاد هو عبارة عن أنبوبة على شكل حرف يو ممتلئة بإيه؟ بالزيبق يبقى دي أنبوبة بها إيه؟ زيبق لغاية مثلا الحد ده كده ومفتوحة هنا في ضغط جوي رمزه إيه؟ ضغط الجوي خدناه اللي هو بي إيه وباجي هنا أروح عامل إناء مستودع وحط فيه الغاز بيه إيه هو الغاز؟ الضغط الغاز اللي أنا عايز أجيبه يبقى المانومتر عندي عبارة عن إناء به زيبق أهو وهذا الإناء مفتوح من أحد الطرفين للضغط الجوي والطرف الآخر ممتلئ بالغاز غاز إيه؟ قال إيه هو يستخدم لقياس ضغط الغاز فهنا هو أنا عايز أعين الغاز بتاعي من هذا الجهاز اللي هو يسمى المانومتر يبقى ده استخدام الجهاز بتاعي طيب نشوف بقى السؤال ممكن ييجي بطريقة تانية بيقول إيه يا أولاد أذكر استخدام كل من الأجهزة الآتية أول جهاز البرومتر الزقباكي اللي احنا لسه قايدين عليه من شوية هو جهاز أقولنا بيستخدم لإيه؟ لقياس الضغط الجوي يبقى هذا الجهاز اللي هو البرومتر الزقباكي أو البرومتر تورشيلي يطلق عليه اللي هو يستخدم لقياس الضغط الجوي اللي هو بيئي أما الجهاز الآخر اللي أنا لسه رسماه اللي هو على شكل حرف يو دوت هو عبارة عن اسمه المانومتر ويستخدم لقياس ضغط الغاز وفرق الضغط طبعا اللي اتنين طبعا فيهم زيبق ولكن واحد منهم أحدهم يسمى الترمومتر الزقباكي اللي هو القياس بيئي اللي هو الضغط الجوي والمانومتر برضو بيه زيبق ولكن يوضع به غاز والغاز ده أنا هعين الضغط بتاعه عشان أقدر أحسب به غاز أو البرومتر بتاع الغاز بتاعي ويطلق عليه المانومتر طيب نشوف شوية التعليلات طبعا انتعرفين يا أولاد التعليل يعني بفسر يعني إيه بفسر هو بيقول ظاهرة الظاهرة دي أنا بفسرها له بسبب إيه طيب نشوف السؤال الأولاني بيقول إيه تستدير فوهات الأنابيب الزجاجية المقصورة بالتسخين يعني إيه مش فاهم أنا أنا لو عندي أمبوبة الأمبوبة دي مقصورة طيب هعمل إيه فيها قال لي في بعض الأنابيب اللي هي زي البايركس الأنابيب اللي هي بتاعت الاختبار طبعا مع الاستعمال بتتكسر كتير في بعض الأحيان يا أولاد بيبقى الفوهة بتاعتها إيه الفوهة اللي هي بقى الأمبوبة بيكسر حتة صغيرة جدا فبيعمل لها عادة صناعة وعادة تدوير مجرد ما بتدخل على اللهب على النار عندها درجة حرارة معينة بيحصل أن بسبب خاصية إيه بقى بسبب خاصية التوتر السطحي والتوتر السطحي للزجاج بيبقى كبير فبيحصل أن الزجاج يبتدي لين ويبدأ في الإنسهار فتستدير بسرعة الفوهة المقصورة فييجي يقول لي أسكر تفسير تسوية فوهات الأنابيب الزجاجية المقصورة أو استدارتها بسبب التوتر السطحي للزجاج كبير عندما يسخن فتنتظم الأنابيب وتبتدي تستدير وتعمل دائرة مرة أخرى طيب يبقى بفعلا إيه؟ طيب فيه وراد يقولوا كلام كتير قوي ممكن أكتب الزهرة على طول آه ينفع إحنا دايما في الفيزياء ممكن السؤال يبقى طويل شوية لكن من الإجابة مختصرة فممكن قوي قوي هقول بسبب ظاهرة التوتر السطحي يبقى أنا فهمت أنت عارف أني ده الزهرة دي هي تبع السؤال بتاعت استدارة الأنابيب المقصورة نشو السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ يتساوى ارتفاع السائل في فرعي الأنبوبة زات الشعبتين مهما اختلف كترها يعني إيه؟ يعني مثلا كمثال لو أنا عندي أنبوبة زات الشعبتين يعني إيه يا أولاد؟ أنبوبة على شكل حرفي ومش لازم الكترين بتقعها منتظمين واحد رفاية كده والتاني كبير وحطت سائل من أي واحدة فيهم هبصة لقى السائل بينزل وياخد مستوى واحد ما هو المستوى الواحد؟ هو بيقول ليه؟ يتساوى ارتفاع السائل يعني السائل هنا مثلا ه هو ه هو هنا ه في فرعي الأنبوبة زات الشعبتين مهما اختلفوا الكتر الكتر بتاعه ليه بقى الإجابة يا أولاد؟ آه ليه؟ لأن الضغط يكون متساوي في جميع الاتجاهات يعني الضغط هنا بيساوي الضغط هنا هنلسه وغدين القانون لو بيقول بي بتساوي بي اي زائد اتش رو جي فاكرين اللي أنا أثبتوا من شوية بي هو عايز الضغط هنا طبعا بي ايه؟ الإناءين مفتوحين للضغط الجوي يا أولاد الاتش الارتفاع هنشوفه متساوي ولا طبعا هو مش عارف هنلسه عايزين نقوله الكثافة طبعا السائل موحد يعني لو أنا حط مية يبقى ده مية ومية لو حطى كيروسين يبقى ده كيروسين وده كيروسين جي جرافتي اللي هي الجاسبية الأرضية متساوية في الاتنين فأنا عندي يبقى أنا إيه؟ اللي هيحصل قال يبقى الارتفاع ده هيساوي الارتفاع ده واللي هي إثبات اللي هي بتاعت الكثافة النسبية ونشوفها بعد شوية نشوف السؤال اللي بعده علل لما يأتي إمكان رفع جسم بسهولة عندما يكون مغمورا تحت سطح الماء إزاي أقدر أرفع جسم بسهولة لما يكون محطوط في الماء مغمور في الماء بينما يكون من الصعب رفعه في الهواء يعني إيه؟ يعني ممكن أنه يبقى سهل مثلا لو أنا جبت كيلو جرام يبقى حطته في شنطة مثلا 2 كيلو جرام واحد يمين في إيجي يمين واحد في إيجي الشمال واحد وأنا أحطاه مسكاة كده في الهواء والتاني حطاه في إناء في سائل زي ماء يعني إيه يحصل؟ أنا بتايع لي كده الواحد يقول لا ده الإناء اللي فيه الماء وكيلو اللي أنا مسكاة في إيجي مثلا دي يمين لا ده تقيل جدا أو أتل لا بالعكس الماء فيها يا ولاد قلنا من شوية حاجة اسمها إيه؟ قوة دفع السائل هذه الكوة بتعمل بتشيل معي بترفع معي الكتلة اللي أنا حطتها عشان كده السؤال ده بسيط جدا بيقول إيه؟ إمكان رفع جسمي بسهولة عندما يكون مغمورا تحت سطح الماء بينما يكون من الصعب رفعه في الهواء يبقى سبب القاعدة عندي قاعدة أرشيميدس وإيه المقصود بقاعدة أرشيميدس؟ هي قوة دفع السائل ماشي يا أولاد؟ نشوف مع بعض اللي بعده الكسافة النسبية ليس لها وحدة يعني إيه؟ هو بيقول نسبة كسافة نسبية معنى كده النسبة ليس لها وحدة قياس يبقى الإجابة ليس لها وحدة يبقى الكسافة النسبية ليس لها وحدة ليه؟ لأنها نسبة يبقى الإجابة ببساطة جدا لأنها إيه؟ نشوف السؤال اللي بعده علل لميات طف وقطعة من الفلين عند غمرها في الماء يعني غمرها هحطها في إناء به الماء لو أنا عملتها يا أولاد في البيت هبص ألاقي قطعة الفلين تطفو على وش المية كلمة تطفو على وش المية طب ليه؟ المية بتشيلها طيب لما بتشيلها المية تبقى هي خفيفة ولا أتقيلة؟ طبعا خفيفة عشان هي خفيفة يعني وزنها قليلة فالسائل اللي عندي اللي هو الماء بيقدر يشيلها فبنقول بسبب قوة دفع السائل يبقى أنا عندي تطفو قطعة من الفلين تطفو على سطح المية ليه؟ بسبب قوة دفع السائل اللي هي خاصية إيه يا أولاد دي؟ أيوة ها دي خاصية من الخواص اللي احنا قلناها من شوية اللي هي خاصية أرشيميدس اللي هي الطفو أو الغوص في الماء أو الاستقرار اللي هو الاتزان زي ما هنشوف بعد كده في الأسئلة نشوف السؤال اللي بعده بيقول إضافة كمية من الزيت أو الكيروسين فوق المياه اللي بيحصل فبعض الأحيان بيبقى مثلا عندي مياه راقدة مياه مش نظيفة ترعى لو مثلا أنا في البلد وأبصى ألاقي بيتكون كمية كبيرة جدا جدا من الحشرات والطفاليات واليرقات على سطح الماء أنا عايزة أتخلص منها أعمل إيه؟ طبعا فيه ناس بتستعمل الرش الرش ده طبعا مضرة أصلا للصحة وللبيئة بطريقة بسيطة جدا جدا ممكن على المياه دي أجيب كمية من الزيت أو الكيروسين طبعا مش هجيب يعني أجيب زيت مستعمل اللي هو الأجين بتاع الألية الأجين وارميه على وش الماء أو المستنقع أو المياه الرجدة أو الترعة اللي عندي هي المياه دي فيها حشرات وفيها طفاليات بتتغذى على البقايا اللي فيها طبعا أنا عايزة أتخلص منها هعمل إيه؟ هلقي كمية الماء اللي موجودة أو سوريا هلقي كمية الزيت على سطح الماء أو الكيروسين طيب الزيت والكيروسين هم خفاف ولا تقال؟ آه لا خفيف هو مادة خفيفة أصلا هو كسفته أليلة الزيت أو الكيروسين وفي نفس الوقت التوتر السطح بتاعه أليل يعني إيه التوتر السطح بتاعه؟ يعني هو هيطفو سطح الماء يعني معنى كده إن الزيت أو الكيروسين يطفو والماء تحت اللي فيها الحشرات واليرقات طبعا الحشرات واليرقات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كائنات حية بتتنفس الأكسوجين مش هتقدر تتنفس لأن فيه حاجز فيه فاصل يفصل بين الهوى وبين الماء فتختنق اليرقات وإيه وتموت طبعا تنتهي يبقى أنا بتخلص من الحشرات والطفليات والفطريات بإلقاء كمية من الزيت أو الكيروسين فوق سطح الماء نشوف السؤال اللي بعده بيقول كدرة الصبون على عملية التنظيف طبعا إحنا عارفين الصبون بينظف بينظف ليه؟ أو إيه اللي بيحصل طبعا عن طريق إيه؟ عن طريق نفس الظاهرة بتاعت التوتر السطحي ظاهرة التوتر السطحي مهمة جدا يا ولده هوا في حياتنا بنستعملها وليها استخدامات وتطبيقات حلوة جدا جدا أنا بقى أحط الماء على الصبون طبعا وبعد أدقى الحاجة وأغسلها فبتزيل الأتريبة والدهون لكن مع عمري ما فكرت هي ليه بتزيل الأتريبة والدهون بسبب هذه الخاصية العلمية اللي هي اسمها التوتر السطحي مجرد ما بحط الصبون على الماء يا ولد بيحصل أن التوتر السطحي للماء بيبقى أقل من الصبون فالصبون بذلك ينتشر في الإناء وابتدي يزيل الأتريبة والدهون والشوائب اللي عندي يبقى ديه بسبب خاصية لإيه؟ التوتر السطحي لو أنا لاحظت في الأسئلة أنا عندي استخدامات جثيرة للتوتر زي تسوية فوهات الأنابيب الزجوية المقصورة كانت بسبب هذه الخاصية نمرة 2 اللي هي قتل يرقات البعود اللي هي بتطفو على سطح المياه البرك والمستنقعات من خلال أننا بضيف كمية من الزيت أو الكيروسيل فوق سطح المياه فبالتالي بتخلص منها بهذه الخاصية نمرة 3 اللي هي الخاصية اللي قصدنا اللي هي قدرة الصابون على عملية التنظيف بسبب برضو هذه الخاصية اللي تسمى التوتر السطحي ممكن يجي سؤال لوحده كده أعلل أو أسكر سبب ممكن يجي سؤال أسكر التطبيقات عايز كل التطبيقات تطبيقات الخاصة على التوتر السطحي عايز التطبيق بس مش عايز دخلياته فهقولي الثلاثة اللي هي هم الثلاثة عنوين اللي هي تسوية فوهات زجاجية مكسورة قتل يرقات البعود بإضافة كمية من الزيت أو الكيروسيل فوق سطح المياه نمرة 3 إضافة الصابون على المياه لأنه يستعمل في عملية النظافة أو قدرة الصابون على عملية التنظيف نشوف السؤال اللي بعده طبعا هنعرفين الفيزيولات فيها وحدات قياس كتيرة جدا فدايما يجي لنا ممكن اختيارات أو صحة أو خطأ يقولي أسكر وحدة قياس لكل من أو يجيب لي الكمية الفيزيائية بتاعتي ويجيب لي اختيارات وأنا بختار الإجابة الصحيحة أو يجيب الكمية والفيزيائية مثلا يقولي الضغط وحدة قياسه هي نيوتن لكل متر هل هي صحة أو خطأ طبعا المفروض الحاجة دي أنا بقى حافظها وفهمها لأنني لازم ببعارف كمية الفيزيائية كل كمية الفيزيائية لها وحدة قياس لها نشوف السؤال الأول بيقول إيه وحدة قياس الكسافة طب أنا نسيت أعمل إيه يا أولاد أفتكر الكسافة هي إيه هي قتلة وحدة الحجوم يعني قتلة على حجم طيب هو القتلة بقسها بإيه آه مش فاكر لا إزاي بقى احنا خدناها في سنة أولى هي عبارة عن بقسها طبعا نظام المتر الدولي بكيلو جرام يبقى الكتلة بكيلو جرام لكل منقول إيه كتلة وحدة الحجوم يبقى الحجم آه دي تاني وحدة هو الحجم إيه اللي هو الطول في العرض في الارتفاع طيب طبعا نظام المتر الدولي اللي هو متر مكعب يبقى كيلو جرام لكل متر تكاين يبقى وحدة قياس الكسافة هي كي جي اللي كل متر إيه مكعب طيب نشوف الكمية الفيزيائية الأخرى التوتر السطحي آه هو التوتر السطحي هو عبارة عن إيه شغل على مساحة والشغل المبزول لزيادة مساحة السطح يعني شغل على مساحة هي الشغل وحدة قياسه إيه خدناها في سنة أولى اللي هي الجول طيب المساحة اللي هي الطول في العرض اللي هي متر مربع يعني قادر أقول وحدة قياس التوتر السطحي هي جول لكل متر تربية طيب الوحدات مهمة جدا يا أولاد معانا في الفيزيائي آه ناخد تاني استنتاج معانا في المنهج بيقول إيه استنتج الكسافة النسبية للزيد آه إزاي استنتج الكسافة النسبية للزيد بجيب أنبوبة زي ما احنا شايفنا كده على هيئة حرف يو وتسمى أنبوبة زيتة شعبتين أو فرعين في أحد الفروع مثلا هنحط على الفرع للأيمن هنحط فيه ماء والفرع الآخر هنحط فيه زيت هو عايز كسافة نسبية للزيت يعني معنى كده فرع ماء وحط في الفرع الآخر زيت طيب هبصي لاقي الزيت والماء طبعا هنعرفين هم بيمتزجوش عايز إيه عمل إيه أنا عايز أجيب الكسافة النسبية طيب أجيب الكسافة النسبية إزاي؟ خليكوا كده معايا أولاد نشوف الإزبات بتاعنا ده نعمله إزاي؟ أجي الأنبوبة بتاعتي حطيت في أحد الفروع ماء البدا ماء والفرع الثاني زيت لو أنتوا لاحظتوا أولاد هتلاقوا أن فيه اختلاف الارتفاق صح كده؟ طيب أنا أثبتها إزاي؟ هاجي عند أي نقطة مستقيمة في سطح أفقي يعني إيه أفقي؟ أهو وأقولي النقطة دي مثلا A والنقطة دي B أو C مش هتفرق معايا أنا هعمل إيه؟ عندي قعدة بتقول إن الضغط B A بيساوي الضغط عند B إحنا لسه حلنا من شوية أولاد اللي هي إيه؟ يكون الضغط المتساوي في جميع الأنحاء يعني الضغط عند النقطة دي بيساوي الضغط عند النقطة دي طيب هو أنا محتاجة إيه؟ عشان أثبت الضغط أجيب الضغطين دون محتاجة إحنا مفاكرين قلنا إيه؟ محتاجة B اللي هو الضغط ده B A اللي هو الضغط الجوي و H اللي هو ارتفاع و R اللي هي الكسافة و G اللي هي عجلة الجذبية القانون اللي أنا أثبتوا من شوية في المية فيه ارتفاع أهو في الزيت أو المادة الأخرى فيه ارتفاع وفيه رو كسافة في الناحيتين طب هل الماء زي الزيت؟ طبعا فيه اختلاف فهنسمي H1 رو 1 للزيت و H2 و R2 للإيه؟ للمية أنا عايز أثبت الكسافة النسبية بتاعة الزيت هعمل إيه بقى؟ هروح كاتب سوينا قلنا B A عند B B هي بي أجي عبارة عن إيه؟ بسيولات بي أجيه؟ بي أجيه؟ بي أجيه؟ جيه عند النقطة إيه؟ هتساوي بي بريشر زيت H1 رو 1 بي أجيه بردية بردو سبت طبعا أنا لسا قيل من شوية إني B A بيساوي بي B يعني معنى كده إن المعادلة G بتساوي المعادلة G صح يا ولد؟ يبقى هنقول B A ضغط جوي زيت H1 رو 1 في G بتساوي B A بقيت المعادلة زيت H2 رو 2 في G صح كده؟ طيب نقدر نعمل إيه؟ صح كده؟ براف B A مشترك والG برضو مشترك يبقى أنا عندي الكسافة النسبية للزيت هتبقى إيه في المعادلة؟ حد عارف؟ صح كده؟ هنقول إيه؟ H1 رو 1 بيساوي H2 رو 2 ده اللي تبقى من المعادلة ممكن أسيبها كده وممكن أعملها إيه؟ على هيئة بسط ومقام يعني إيه بسط ومقام؟ يعني أعمل الرو واحد على رو اتنين بتساوي H2 على H1 بصوا H1 فرو 1 معصة هو أهي بتساوي H2 رو 2 أهي ممكن تسيبها كده أو كده ودي بنسميها الكسافة النسبية للزيت طبعا سهلة جدا يا أولاد تثبتها وكده إحنا فعلا بنسبة إن في عندي الماء والزيت اللي اتنين مع بعضيهم لما حطوهم مع بعض طبعا إحنا عارفين ما فيش تجانس بينهم ما فيش اختلاط ولكن أقدر سهل جدا جدا إن أنا أقدر أجيب الكسافة النسبية اللي هي رو 1 على رو 2 بالساوي H2 على H1 نشوف سؤال تاني بيجي يقول لي أذكر بعض من وحدات الضغط الجوي إيه وحدات قياس الضغط الجوي طبعا إحنا قلنا قبل كده إن الضغط هو عبارة عن القوة المؤثرة على وحدة العمودية على وحدة المساحات يعني قوة على مساحة طب وحدة قياس القوة هي يا أولاد إحنا قلنا نيوتن والمساحة للي هي متر تربية يعني معنى كده أنا ممكن أقدر أقول إن أول وحدة قياس هي نيوتن لكل متر مربع طيب عندي وحدة تانية ممكن أتكلم عنها اسمها البسكال مين بسكال؟ اللي هو بتاع المكبس الهايدروليكي اللي إحنا من شوية تكلمنا عنه اللي هو إذا أصلنا بضغط على سائل فكرينه؟ طيب بسكال دوت بيساوي 1 نيوتن لكل متر تربية ساعد يجي في المتحن يقول لي إيه؟ مش لازم يقول لي أسكر وحدات أروح رصاهم كلهم كده وراء بعض لا ممكن قوي قوي وببساطة أروح قايل إن إيه؟ واحد بسكال بيساوي نقاط أكمل العبارات الآتية أو يقول لي اختار من بين الإجابات الصحيحة واحد بسكال بيساوي ويديني 3 اختيارات يبقى أنا بختار هل هي نيوتن لكل متر تربية مثلا لو الاختيار التاني نيوتن لكل متر أو نيوتن في المتر طبعا أنا قلت من شوية لازم الوحدات في الفيزياء تتحفظ يبقى إيه التاني وحدة اللي هي البسكال اللي هي نيوتن لكل متر مربع تالت وحدة يا أولاد اسمها ألبار وهي وحدة مصغرة من وحدات قياسة ضغط الجو بتساوي إيه الوحدة دي؟ 10 قص 5 نيوتن لكل متر مربع طب هو أنا مطالب إن أنا أحفظ العشر قص 5 آه مطالب لما ممكن يجي يقول لك ألبار بيساوي نقاط نيوتن لكل متر تربية بيساوي كام؟ لو أنا لازم حافظه نيوتن لكل متر إيه مربع طيب الوحدة الرابعة بيقول لي سنتيمتر زيبق آه سنتيمتر زيبق إيه هو السنتيمتر زيبق؟ اللي إحنا كتجربة اللي لسه كنا عاملينها في برومتر زورشيلي مشانا جبت أمبوبة من شوية وقلنا طولها متر وحطيت مملوقة بالزيبق ونكستها في الحوط بعد فترة لاحزت إن الارتفاع ثابت عندي عندي 76 سنتيمتر من الزيبق هو ده اللي هو عبار عن إيه؟ إن وحدة من وحدة قياس الضغط الجوي اللي هو سنتيمتر زيبق اللي هو بيساوي 76 سنتيمتر من الزيبق فيه كمان اللي هو مليمتر زيبق دي وحدة تستخدم لقياس سبعمية وستين مليمتر من الزيبق طيب فيه واحدة كمان اسمها التور التور دوت هو واحد مليمتر من الزيبق ويساوي 760 طبعا أنا كده النهاردة عملت مراجعة حلوة جدا أتمنى أن أكون في التقم رجعنا على مواقع خصائص المواقع خلصنا الكسافة وخلصنا الضغط ودخلنا في التوتر السطحي أتمنى أن تكونوا استفدتم مني وعلى وعدا بلقاء آخر إن شاء الله إلى اللقاء شكرا